هل يتعارض الإعلان؟ نحن نؤمن بتدرج الإعلان لكن لا نؤمن بتعارض بتعارض الإعلان ننطلق من صليب المسيح رجوعاً عندما أتى المسيح كان هو الإعلان الكامل ولا في حد عنده رأي غير كده الكتاب يقول لنا الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه هذا الإبن هو الإعلان الكامل تكلم الله في الإبن ولماذا أتى الإبن؟ قال عن نفسه ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك إذن أتى المسيح ليكون هو الذبح العظيم على الصليب ويكون كفاراً هذا هو الإعلان الكامل في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من إمراء مولوداً تحت النموس علشان يفتدي الذين هم تحت النموس إذن الإعلان الكامل عندما أتى المسيح لكي يكون ذبيحة على الصليب المسيح لما مات على الصليب مات باعتباره الكفارة والفدية الكفارة تخص الله والعالم الفدية تخص المؤمنين مشهد الخطية القابع في الأرض كان يثير إنجاز التعبير إشمئزاز الله إلى أن أتى صليب المسيح وعمل المسيح كالكفارة فغطى مشهد الخطية عشان كده اسمه تغطية كفارة فالكفارة تشمل كل العالم علشان الله عندما ينظر إلى هذا العالم يستريح وهو كفارة لخطيانة كاملوا معايا ليس لخطيانة فقط بل وإن كانت الكفارة لكل العالم كتغطية لكن من يستفيد بعمل الكفارة هو من يحصل على شيء إضافي اسمه الفداء متبررين مجانا بنعمته بالفداء فالفداء يخص المؤمنون أو يخص المؤمنين إنما الكفارة هي تخص كل العالم لتغطية مشهد الخطية من أمام عين الله اللي أنا بقوله ده اسمه إعلان إيه؟ إعلان كامل